اشتركوا في القناة وسببه المباشرة هو دعم المغرب لمنطقة الماكا الانفصالية فان فرنسا تأوي رأس هذا التنظيم وتوفر له الحماية والدعم وعناصره الاشرث والاكثر تطرفا موجودين على ارض هذا البلد واذا كانت الخلفية هي التطبيع الرسمية فان دولة الامارات هي عرابته عند العرب وداعمته في منطقتنا كما ان اكبر عراب للكين الصهيونية في افريقيا هي فرنسا واكد مغري بان حركة مشتمعي الثلم ليست جهازا ملحقا بالحكومة عليه ان يؤيد ويشرح موقفه وبالاضافة الى ذلك فان قطع العلاقات مع بلد شقيقة مهما كانت عدوانية نظامه على بلادنا ليس بالامر الهينة وقد حدث ان بلدان في حالة حربة ولا تقطع العلاقات وتترك مجالا للديبلوماثية واضاف ولا ان كانت العلاقات السياسية والاقتصادية مقطوعة فعليا بين البلدين منذ ثنوات لم يكن الامر يتطلب تعميق اثار الازمة على المستوى الاجتماعي بين الشعبين للترابط الوثيق بين الناس العاديين العابر للحدود وللسياسة بين البلدين وكان يمكن تخفيض مستوى التمثيل كرسالة واعتبر رئيس الحركة الاسلامية في الجزائر ان مصائب الجزائر الثقافية والاقتصادية الاكبر تأتين دائما من فرنسا ولوبياتها وقد نبين لاحقا بالامثلة الثاطعة كيف نجت المصالح الفرنسية من موجة الحركة الشعبية بل زادت بالرغم من ان فضائحها هي التي سلط عليها الحراكيون الاصلاء الضوء بالاذلة والعبارات الاكثر وضوحة اثناء الحراكي الشعبية ويجب ان نتذكر ذلك الشعار الذي ذلذل شوارع العاصمة في جمعاته الاولى ما كانش الخاميثة يولد فرنسا واشدد ميغري على انه لولا فساد العثابة التي جعلت البلاد ضعيفة لكنت الجزائر قادرة على الريادة المغاربية بالتفوق والتمييز في مختلف الجوانب خاصة في الجانب الاقتصادية بما يمنع المغرب من ان يتحول الى وكيل لقوى الاستعمار كما هو الان حسب تعبيره واعلن الامين العام للامم المتحدة انطونيو جوتيريث الجمعة الثابع والعشرين غشتة تعيين الروسي اليكسندر ايفانكو ممثلا خاصا له في الصحراء المغربية ورئيثا لبعثة الامم المتحدة المينورثو جاء ذلك في مؤتمر صحفية عقدوا المتحدث باسم الامين العام ستيفان دو جاريك بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك وذلك خلف للكندي كولين ستيورت في هذه المهمة وذكر موقع الامم المتحدة ان ايفانكو سبق وشغل منصب رئيث اركان بعثة الامم المتحدة المينورثو في الصحراء منذ عام 2009 وله اكثر من 30 عاما من الخبرة في الشؤون الدولية وحفظ السلام والصحافة كما شغل ايفانكو سابقا منصب مدير الاعلام لبعثة الامم المتحدة في كوسوفو 2006-2009 ومتحدثا باسم الامم المتحدة في البوصنة والهرسك 1994-1998 اعرب وزير الخارجية وتعون الدول لجمهورية الثراليون ديفيد فرانسيس عن قرار بلاده فتح قنصلية في مدينة الداخل بالصحراء المغربية الاثنين المقبلة هذا واكد وزير الثراليون ان بلاده قررت ايضا فتح الثفارة لها بالعاصمة المغربية الريباط وكان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطا قد استقبل الصباح اليوم الخميس وزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية الثراليون ديفيد فرانسيس بمقر وزارة الخارجية حيث تبحتا في العديد من الملفات التي تهم البلدين وإلى إسبانيا حيث أعاد خطاب الملك محمد الثالث المعلن عن استعداد المغرب طي صفحة الأزمة الدبلوماسية مع إسبانيا والتجاوب الإيجابي لرئيس الوزراء الإسباني بيرو سانشيز الذي رحب بعودة العلاقات بين البلدين إلى الواجهة إمكانية قيام سانشيز بذيارة إلى الريباط يلتقي خلالها العاهل المغربية وهي الزيارة التي كانت مقررة العام الماضي غير أن المثلثل الطويل من الصدامات التي سبقت المشكلة الأكبر في شهر أبريل حان دون ذلك ونقلت تقارير إسبانية عن مصادر في وزارة خارجية مدريد تأكيدها أن الخطوة الأساسية على درب المصالحة مع الريباط ستكون هي إحياء الزيارة التي كانت سانشيز يخطط لها والتي جرى تأجيلها منذ أواخر العام الماضية مشيرة إلى أن وزير الخارجية الجديد خصي مانويل ألباريز الذي يلعب دورا كبيرا في إعادة المياه إلى مجاريها بخصوص العلاقات بين البلدين يبدل كل جهوده من أجل بناء الجصور مع المغرب وأوضحت المصادر أن الوقت لا يزال مبكر للمضي قدمنه في أي شيء لكن المفاوضات تثير في طريق الصحيحة ناقلة عن محيط وزير الخارجية الإسبانية الذي خلف الوزير المقالة والمتسببة الرئيسية في الأزمة أرناتشا جونزالسلايا أن التفاؤل منتشر بعد كلام الملك محمد الثالث الذي أكد فيه رغبته في تجشين مرحلة جديدة وغير مسبوقة في العلاقات مع إسبانيا مبرزة أن وزارة الخارجية تنتظر الآن العودة الوشيكة للسفيرة المغربية كريم بن يعيش إلى مدريد وكان رئيس الوزراء الإسباني يستعد رفقة وفد من حكومته لزيارة المغرب من أجل عقد اللقاء الرافع المستوى مع نظرية المغربية سعد الدين العثمانية وعضاء الحكومة المغربية في دجنبر من سنة 2020 حيث كان ينتظر أن يلتقي بالملك محمد الثالث لكن الاجتماع تأجل مباشرة بعد إعلان الاعتراف الأمريكية بمغربية السحراء وتأجل مرة أخرى في فبراير 2021 وحينها أوردت وسائل إعلام إسبانية أن القصر الملكية رفض تحديد موعد لسانشيز للقاء الملك غير أن زيارة السانشيز للريباط أقبرت تماما بعد السماح إسبانيا بدخول زعيم المرتزقة إلى أراضيها على متن طائرات جزائرية بشكل سرية في أبريل الماضي ما فجر أزمة تنهي الأسوأ من نوعها منذ 2002 والتي لم تتضح بوادر انتهائها إلا بخطاب الملك محمد الثالث بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب مؤخرا حين قال أنه يتطلع بكل صدق وتفاؤل لمواصلة العمل مع الحكومة الإسبانية ورئيس بيرو سانشيز من أجل تدشين مرحلة جديدة وغير مسبوقة في العلاقات بين البلدين على أساس التقى والشفافية والاحترام المتبادلة والوفاء بالالتزامات بعد نحو أسبوعين فقط من إعلان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون استعداد بلاده للوساطة في أزمة سد النهضة بين إثيوبيا من جهة ومصر والسودان من جهة أخرى أعلنت أديث أبابا رسميا وقف الخدمات القنصلية في الجزائر العاصمة مع ما تم شهر غشة الجارية في الوقت الذي تحدثت فيه تقارير جزائرية عن إمكانية إغلاق ثفارتها بشكل نيائي لأسباب اقتصادية وأصدرت ثفارة إثيوبيا في الجزائر مدكرة أعلنت من خلالها أن الخدمات القنصلية ستتوقف اعتبارا من 30 غشة 2021 غير أن الصحيفة الفجر اليومية الجزائرية أوردت أن أديث أبابا قررت غلق ثفارتها في 30 دولة من بينها الجزائر وإبقائها في 13 دولة فقط عبر العالم وذلك بحجة الأزمة الاقتصادية وكان الرئيس الجزائري قد أبدى هذا الشار ثقة في أن بلاده قادرة على الوساطة في أزمة ثد النهضة متحدثة عن مبادرة جزائرية خالصة لم تمليها أي جهة خارجية ويتصريحات التي أعقبت اجتماعا لوزير خارجية رمطال عمامرة برئيس الوزراء الإيثيوبي أبي أحمد ووزيرة خارجية السودان مريم المهدي ووزير خارجية مصر سامح شكري وأعلنت بون تلقيه ردود فعل إيجابية من مصر والسودان موردا أن بلاده لن توقف وسطتها في ملف الثدة إلى حين الوصول إلى حل مؤشددا على أن بلاده ليست لها أي مصلحة داتية في ذلك باستثناء رغبتها في تقريب وجهة النظر بين الدول المعنية في الوقت الذي لم ينجح فيه الاتحاد الإفريقية لإيجاد ثيغة توافقية لإنهاء الأزمة يذكر أن إيثيوبيا ترفض التوقيع على أي اتفاق ملذم بشأن السد أي كانت بونوده وهو ما أغضب مصر والسودان بشدة لترتفع حدة التصريحات المتبادلة بين الطرفين بما خشي معه البعض من اندلاع مواجهة عسكرية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر